النهاردة النادي الاهلي ارسل خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم بيطلب فيه سرعة اسناد مسئولية ادارة لجنة الحكام الى خبير اجنبي وقال ان اللي حصل في بداية الموسم ينظر باحداث كتيرة وقال لك انه الامر لا يدعو للتفاعل وينظر بما هو قادم لو ما جبتوش خبير تحكيم اجنبي وقال ان الكلام ده كان اتفاق مع الاندية حصل فيه 18 سبتمبر الماضي طيب باختصار شديد لو لو تم الاتفاق مع الاندية انه هيبقى فيه خبير اجنبي وما جايش خبير اجنبي يبقى خطأ كبير من اتحاد الكرة خطأ فادح لو طيب لو ما كانش فيه اتفاق ركز معي بقى في دي لو ما كانش فيه اتفاق فالتحاد الكرة ياخد الكرار اللي هو عايزه ويتحمل مسؤوليته بالمناسبة يعني يعني ايه لو اقول لك والله لا اللي هيدي اللاجئة للحكام هو مصري تمام كلنا نلتزم بالقرار اللي هياخده اتحاد الكرة كل الاندية بس هتحمل اتحاد الكرة برضو لو حصل اخطاء او مشاكل بسبب ده تاني حاجة احنا حرفيا يا جماعة معرفناش اذا كان كلاتنبرج نجح ولا اذا كان بريرة نجح ولا احنا اللي بتصدر لنا طول الوقت ايه انه الاتنين فشلوا واقول لك حاجة بقى بصراحة فيكم بينا كده في في اللي هو ايه تعالوا ايه تعالوا كأسر التحكيم احنا عندنا أسرة اسمها أسرة التحكيم انت عارفينها طبعا اللي هي بتخانيها على طول مع بعضها دي أسرة التحكيم في مصر مش أسرة خالص بس هم ما بيسموها أسرة يعني اي خبير أجنبي هيجي ده فاشل ده ما بيشتغلش ده قاعد في البيت ده بياخد دولاراته بس فاحنا كده كده هنجيب واحد أجنبي ركز معاي لو جبنا واحد أجنبي حتى لو هو أحسن سبيه في العالم يشتغل الشرق دي محدش هيساعده ده ما يجيب لك من آخر هنلفه يمين شمال هنجيب خبير أجنبي وكلنا بنقول عليه الله عظيم جميل لطيف لذيذ هل هيجد المساعدة؟ لا هل الناس هتحاول تخليه ينجح؟ لا أولا منصب رئيس لجنة الحكام ده منصب مطمع مطمع على الأقل لستة من الأسماء القديمة في مصر ستة حكام وأسماء يم ما اشتغلوا رؤوسة لجنة حكام بالفعل يم ما نفسهم يشتغلوها والستة دول مثلا على الأقل عندهم قوة كبيرة جدا في لجنة الحكام أو مع الحكام فالستة دول مش هيسيبه أي خبير أجنبي ينجح تمام؟ تمام أدي نقطة نقطة التانية الخبير الأجنبي لما بييجي بيحاول شوية يقص أص فكرة المجملات والمحسوبية والحب في التعينات والتفاصيل وما بيعملش حسابات أهل فده مش هيكل مع الحكام مش هينفعنا مش هو ده السريب احنا عايزينا بالحب إذن فطلب النادي الأهلي خبير أجنبي أنا شايفه لو الأهلي شايفه اللي أنا شايفه ده هيقول لك لك ما الخبير الأجنبي كيف يعمل حاجة مش هيعرف يعمل حاجة تفهمني فما تحاولش يعني أصي لقلي على فكرة لقلي طلب الطلب ده النهاردة أنا هو وإنت هو الزمالك هيطلب الطلب ده زد هيطلب الطلب ده زد هيطلب الطلب ده سيراميكل وباتر هيطلب الطلب ده أي واحد هيعد عليه مباراة صعب هيقول لك فين الخبير الأجنبي طب يا سيدي ماشي أنا معاك نجيب خبير أجنبي هل هينجح هيشتغل على فكرة لاتنبرج ده اسمي كبير جد بريرا اسمي كبير جد إيه الاسم اللي إنت هتجيبه متصوى إنه هينجح هات أي اسمي هيفش هيفش الليه عشو حاش هيساعده ببساطة فخلينا مقضيناها مصريين وربنا يسهل الحال وإن شاء الله يبقوا كويسين ومحترمين موسيقى موسيقى